اشتركوا في القناة ورحب معالي الوزير بزيارة السفير روبرك إلى مملكة البحرين للمشاركة في حوار المنامة كمنصة فكرية مهمة لتبادل وجهة النظر السياسية بين كبار المسؤولين الدوليين والخبراء والمختصين في القضايا المتعلقة بالأمن والسلم والاستقرار في الشرق الأوسط مشيدا معاليه بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة ودورها في تعزيز الأمن الإقليمي بالجهود التي قام بها السفير روبرك خلال فترة عمله في البحرين وأعرب معالي الوزير عن تقديره لدور المراكز البحثية من خلال ما تقدمه من دراسة متميزة في تطوير النهج الأمني وصياغة السياسات الشرطية للتعامل الإيجابي مع التحديات والمتغيرات المتسارعة معبرا معاليه عن تقديره لمعهد دول الخليج العربي للأبحاث بواشنطن وما يطرحه من إضافة علمية متقدمة وتم خلال اللقاء بحث سبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين اشتركوا في القناة